زيان الشرطة الراد لواسطة والطبيب الراد لواسطة والسفير الراد لواسطة ومرت الشهيد الراد لواسطة عزلوها للدولة ألغوها للقوانين شيلوا هذا الدستور الورقة اللي تتبجحون بيها أو سووها حارة كل من إيده ألوه كل من يدبر أمره بالطريقة التي يراها لعد ليش كثر الفساد ليش كثر البوك ليش كثر الإلحاد ليش كثر الانتحار ليش كثرة السرقة ليش ماكو هيبة للدولة ليش ماكو احترام للإنسان ليش قوى سياسية الآن لا تحترمها الناس ليش بايسمونهم بالزعماء الناس يسبيهم بالشارع لأن هذا حال الدولة هذا حال الدولة وأكبر دليل ما حصل بالمقدادية هذا حال الدولة الدولة إذا تفيد أن تكون دولة حقيقية ولها قيمة ولها هيبة هذه مشاكل الناس هي تروح تدورها هسان عيض وصرخ وبلع بلعيمي راحت ولازم أنا أسوي عملتين من قد الإصياح والدولة ما تسمع يقولهم عادي دعوفي خلي ولي يحشونهم يوما ثلاثة ويسكتون لا ما نسكت ما نسكت على حق الناس لذلك كثر الابتزاز وكثرت الرشوة وكثرت الساقطون الذين يبتزون بعضهم البعض وكثر الذين يتعاملون مع المبتزون ليكون مرتشون كل إنسان يبتز باسم الوطن أو يقبل أن يكون صوتا لمبتز فعليه أن يعيد النظر بشرفه وعليه أن يعيد النظر بنفسه أكو فرق كبير بأن تكون ابن وطن وتحمل راية الوطن وتدافع عن الوطن بشرف وتكون إيدك بيضة ونظيفة وأكو فرق أن تستخدم قضايا الوطن ومنفات الوطن وهموم الوطن حتى تبتز وترتزق منها كل المبتزين والمرتشين والذين يتعاملون بها تبا لهم يوم ولدوا ويوم يموتون هم وأعوانهم الأصوات العالية تبقى أصوات باسم الوطن وتدافع عن الوطن أما المسخم المسخم والأبيض أبيض والأسود يظل أسود ولعنة الله على كل مرتش وعلى كل فاسد وعلى كل من قبض باسم معاناة الناس وهمومها وعلى كل من يلعب دورا وهو محتالا وعلى كل من يدعي الشرف وهو فاسدا مرتزقا غير نزيه يعمل مع هذا المبتز أو مع تلك الجهة التي تريد أن تطيح ببعضها البعض نحن هنا مع هموم الناس ومعاناتهم ومع العراقي وليسقط كل راش وكل مرتشي وكل من يسمع بضيم العراقيين ولا يستجيب